اشتركوا عن إصابته برضو نروح لدكتور أحمد جبالة اللي هو طمنا طبيب الفريق هو كشف عن تفاصيل إصابات هنا عندك ياسر إبراهيم وكريم ندفد أمام مدياما وقالت كده تحديداً أن ياسر إبراهيم كان عنده أو شعر بالألم في العضلة الخلفية عنده أنه هيخضع لفحص تبي عشان يتطمن على درجة إصابته وكمان كريم تعرض لإصابة كانت بشد فيه برضو عضلة السمان هيخضع معفروض لفحص تبي فدي المعلومات اللي عندنا هتازي اللحظة لسه هيكون فيه يعني فحصه وعلى أساس ده هنقدر نقول لحضراتكم الوضع واصل لفين بس يعني نتمنى نتمنى أن احنا كل لعب عندنا أساسي يعني كل لعب عندنا أساسي فإحنا كل اللعيبة بتاعتنا إن شاء الله يكونوا على أتم استعداد نكونش فيه إصابات زي المواسم اللي فاتت احنا كان فاكر عندنا موسم كانت مستشفى كانت مستشفى ما كانش يعني إصابات طبعية ربنا لا يعيدها أيام فيه أيام كده بنتمنى ما تجيش وناس برضو كانت مستشفى